السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازي استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشرب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن مرض تحليل الإيدز وعن الزواج في بعض الشباب بيمر بتجارب زي علاقات جنسية ما قبل الزواج وطبعا علاقات خارج إطار الزواج علاقات غير شرعية وينسى هذا الموضوع ويأتي قبل الزواج يتم فحصه ويتم فحص الـ HIV ويفاجأ أنه هو إيجابي طيب إيه الحل؟ هل هذا الشاب ممنوع من الزواج؟ هل غير مسموح لي بالزواج سواء كان من الناحية القانونية أو الاجتماعية؟ نحن نحب ننبه ونوعي الشباب على أن هذه العلاقات الجنسية دي علاقات خطرة وممكن تؤدي إلى أنك تصاب بأحد الأمراض الجنسية مثل الزهري، مثل فيروس بي الكابدي، مثل الـ HIV وبالتالي نحن نحذرك ونوعيك أنك تبتعد عن هذه العلاقات الخطيرة طيب، افرض أنك تلاتي إيجابية هل مسموح ليك بالزواج؟ الإجابة على هذا السؤال لازم نبقى فاهمين أن معظم الدول العربية تعمل اختبارات ما قبل الزواج لهذه الفيروسات يعني مثل فيروس بي الكابدي، مثل مرض الزهري، مثل الـ HIV طيب، لو طلعت إيجابي، لازم العروسة بتاعتك تبقى عندها علم بأنك أنت إيجابي وإلا ستدخل تحت طائلة القانون، ممنوع أنك أنت تخبي هذا المرض عليها النقطة الثانية اللي أحب ألف تنظر لها، هل أنت معدي لها ولا لا؟ طبعاً أنت معدي عن طريق العلاقات الزوجية ما بينكم ما بينها وبالتالي أنت لازم تبتدي العلاج بتاعك بتتابع مع الطبيب المختص، وبتأخذ العلاج المناسب لك ويتحول الفيروس في الدم أنك بعد فترة ستة شهور من العلاج، الـ PCR بتاعك يتحول إلى الزيرو يعني السفر، ما بيلاقيش الفيروس في الدم بعد العلاج المناسب لمدة ستة شهور، وبالتالي أنت أصبحت غير معدي وفي هذه الحالة، أنت بالنسبة للعلاقات الزوجية، ليس ستبقى معدي بالنسبة لزوجتك طيب، وفي خلال الفترة، اللي هي الـ 6 شهور الأولينية، ممكن الزوجة لو هي ستتزوجت وعرفة أنك عندك H-IV ما فيش أي مشكلة، ممكن تأخذ علاج وقائي، وطبعا لازم استعمال الواقي الزكري على أساس أن نمنع حدوث أي عدوى للزوجة، وطبعا زي ما قلت الزوجة هتأخذ علاج وقائي لغاية لما أنت الـ PCR بتاعك يبقى zero، يعني أنت بتستمر على الليلات، ساعات في بعض الحالات بتطول، ممكن من ستة شهور، ممكن تقعد سنة أو أكتر، الـ PCR بتاعك لازم يتحول إلى zero وعشان نبقى مطمئنين تماما لطمئنان أنك أنت غير معدية، إذن من ناحية القانونية والاجتماعية، لازم العروسة أو الزوجة تبقى عارفة أنك أنت إيجابي للـ HIV ولو وفقت على الزواج، لا يوجد أي مشاكل خالص، تتزوج، وهذا قرارها، لا يوجد أي مشكلة خالص، لا يوجد ما يمنع من الزواج مهم جدا أننا نبقى فاهمين أن هذا المرض، كما قلت لكم، من ضمن الأمراض الجنسية، وينتقل عن طريق الإعلاقات الجنسية، وأيضا ينتقل عن طريق الحقن الملوسة بالنسبة للمدمنين المخدرات مهم جدا أيضا أن نحن نعمل لو طلعت إيجابي قبل الزواج، لازم نعمل الفحوصات الخاصة أيضا بمرض الزهري ومرض فيروس بي الكابدي عشان نتطمن على الحالة الصحية بتاعتك، وأيضا بنعمل اختبار CD4 على أساس نشوف المناعة بتاعتك أخبارها إيه وبنعمل اختبار PCR عشان نشوف عدد الفيروسات الكمي في الملي متر المكعب، وبنتطمن طبعا أول ما بتديت العلاج المناسب، حالتك بتتحسن، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لك بالنسبة للزواج، ما فيش أي مشاكل طبعا حكاية وصمة العار والخوف أنك أنت ما تتجوزي وما حدش وافق عليك، وإزاي حتقول للعروسة بتاعتك، كل هذه التساؤلات اللي بتدور في ذهنك طبعا مهم مناقشتها مع العروسة، والصراحة مطلوبة جدا ما بينك وما بين العروسة بتاعتك على أساس لو هي وفقت، ما فيش أي مشكلة إطلاقا بالنسبة لموضوع الزواج طبعا من خلال التجارب شفنا حالات تزوجت من شخص إيجابي للHIV، ما فيش أي مشاكل، وبيحصل نوع من أنواع المتابعة وحالتهم الصحية كويسة جدا، ما فيش والحياة بتستمر، وفحص الPCR بتاعه بعد كده بعد العلاق بيبقى 0، وبيبقى غير معدي، وحتى العلاقات الزوجية بتبقى عادية لما بيكون الشخص الPCR بتاعه 0 يعني ممكن يبقى علاقاته بدون واقي زكري لأنه هو غير معدي، لكن مهم طبعا المتابعة مع الطبيب المختص وفكرة أنك أنت عندك HIV وخايف أو مرعوب أو في بعض الشباب أول ما يسمع أنه هو إيجابي عايز ينتحر أو بيبكي أو مش عارف يشتغل أو مش عارف يدرس أو انتهت الحياة بالنسبة لك، لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة وأنا أريدك تبقى مؤمن بالله، حدث خطأ في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن هذا لا يجعلك أنك تفقد إيمانك بالله سبحانه وتعالى لا يوجد أي مشكلة خالص، المرض له علاج، وإن شاء الله في خلال السنة اللي جاء أو السنة اللي بعدها يتم اكتشاف علاج شافي نهائي لهذا المرض أنا أريدك تبقى متطمن ومؤمن وتأخذ العلاج بتاعك، وتبقى عارف أن ما فيش أي مشكلة بالنسبة للزواج، لكن لازم الزوجة يبقى عندها علم مهم جداً جداً الحكاية ده هي، وأن الصراحة والوضوح طبعاً مطلوبة ما بين الزوجين، لأن طبعاً أنت ممكن تعدي الزوجة، وطبعاً أولادك ممكن يصابوا بهذا المرض، فلازم تكون صريح وواضح المهم أن لازم تبقى فاهم أن العلاج بتاع هذا المرض بيحقق نتائج ممتازة جداً جداً ونسب شفاء عالية جداً جداً وزي ما قلت لك، صحيح الفيروس ما بيختفيش نهائياً من جسمك، لكن الدم بتاعك بيبقى بعد ست شهور تقريباً زيرو من الفيروس، يعني سفر من الفيروس، وبتبقى غير معدي طيب، بالنسبة للتواصل، مهم جداً أنك أنت تبقى على علاقة بالطبيب المختص بتاعك على أساس أنك أنت تبقى فاهم طبيعة المرض وإيه اللي ينقل المرض وإيه اللي ما ينقلش المرض أنا حسيب الواتس بتاعي لو في أي استفسارات 02-010-27-28-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته